عموماً خلينا نروح من رموز الأهلي نروح لجمهور نادي الأهلي لأنه دايماً جمهوره دا حماه وعالحلوة والمره معاه هتاف جماهير الأهلي العظيمة في كل الأوقات والأحيان الهتاف دا اللي بيعتبر مصدر الطاقة والوقود للعبة نادي الأهلي جماهير الأهلي بدون شك هم الأعظم في مصر والوطن العربي جماهير لها طابع خاص بالفعل هي اللاعب رقم واحد جماهير تحرك الصخر والحجر أنا لو تمنيت أرجع ألعب تاني سدقوني حيكون عشان حاجة واحدة فقط بس كل لعب ماتش كويس والحاجة عجام لما بلعب وحش الناس أتمنى كل اللي أنا عايزه إن أنا أسمع صوت الجمهور فوداني وأنا بجري على الخط تاني دا اللي أنا نفس أسمعه زائير جماهير النادي الأهلي كان دائماً شاهد عيان على تواجد الأهلي طوال الوقت على منصات التتويج المحلية والإفريقية النهاردة قررت لجنة المباريات بالنادي الأهلي توفير أوتوبيسات مجنية لنقل جماهير النادي الأهلي إلى الإسكندرية لحضور مباراة المصري بملعب برج العرب الأتوبيسات حتتحرك من أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد بداية من الساعة العاشرة وحيكون آخر معاد للتحرك في تمام الساعة 12 ظهراً إن شاء الله لازم كل مشجع يكون قبل التحرك يكون معاه حاجتين بطاقته الشخصية والفان آي دي وتذكرة المباراة ثلاث حاجات بطاقته الشخصية الفان آي دي وتذكرة المباراة الثلاث حاجات دول معاك حضرتك حتبقى موجود حتركب الأتوبيس حيوسلك ويرجعك كما يحضر استحاب أي أدوات تتعارب مع سلامة حضرتكم سلامة الجمهور والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة خدوا بالحضرتكم من الكلام ده أرجوكم طبعاً مجهود أكثر من رائع من لجنة المباراة وكل المجهود ده الهدف منه فقط هو خدمة جماهير النادي الأهلي اللي بتعشق الكيان بدون مقابل بالمناسبة تحمل مشقة السفر والتواجد من ملعب لملعب آخر تحمل أعباء مالية من أجل المؤذرة والدعم الرهان دائماً على حضرتكم هو الرهان الكذبان ففي النهاية جماهير الأهلي العظيمة شكراً جزيلاً دمتم نعمة عظيمة في حياتنا كل واحد فينا لما يجي يتكلم وسألت أي حد عن أو أي لعب كرة ولعب تحديداً في النادي الأهلي هيقولك أحلى حاجة في الدنيا لما سمع صوت الجمهور أحلى حاجة في كل حاجة في حياة الواحد أحلى حاجة بتسمحها هي صوت الجمهور صوت الجمهور ميسي اللي عمره ما كان بيتحرك شفتوه تحرك إزاي لما سمع صوت الجمهور في المباراة الأخيرة فصوت جمهور النادي الأهلي هو صوت مختلف الحقيقة أنا بشكر لجنة المباراة إنها عملت هذا الأمر وفي أسرع وقت الحقيقة كان هناك مطالبات من العديد من جمهور النادي الأهلي خلال الأسبوع اللي فات بهذا الأمر وبالتالي استجابت لجنة المباراة المكونة طبعاً من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي واللي بشكر طبعاً مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا الأمر أنا عارف اللي حيحصل بالليل يقولك إيه بصوا إحنا بنمشي هم هيقولوا كده ولكن الحقيقة يعني لما تيجي تتكلم عن أي حاجة أي حاجة عملت الأول هنتكلم عن النادي الأهلي لما تقول من الأهلي عمل إيه للجمهور هتعرف أن الأهلي عمل كتير جداً 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 وده النادي الأهلي ما بيتجباش ولا لا النادي الأهلي ما بتكلمش أبداً النادي الأهلي جمهوره على دماغه من فوق يعني الجمهور النادي الأهلي بيحاول أن يساعد الجمهور أنه هو يبقى متواجد دائما بيساعد جمهور النادي الأهلي أنا بس بقول لحضراتكم علشان اللي حيحصل والقصص اللي حتحصل النهاردة وبكرة إن شاء الله لغاية لما يوم الخميس القادم عموما دمتم دائما نعمة عظيمة في حياتنا